بسم الله الرحمن الرحيم ميل الخط المستقيم ميل الخط المستقيم اللي بنرمزله بميم يبقى الميم هو الميل الخط اللي قدامي دوت بيميل قد ايه ده معنى الميل بيميل قد ايه الزاوية بتاعته قد ايه بس احنا طبعا مش بناخدها هنا كزاوية فبجيب الميل ازاي دوت بالقانون ده ده الاساسي وده المهم يتحفز لانه هو ده الدرسه كله صاد اتنين نقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد يعني الفرق ما بين الصادات على الفرق السينات ما بين النقطتين يبقى اختار على الخط اي نقطتين النقطتين اللي احنا حطينهم دول كل نقطة فيهم لها سين ولها صاد النقطة الاولية لها سين واحد وصاد واحد والنقطة التانية صاد اتنين سين اتنين وصاد اتنين الفرق ما بين الصادات بس بالترسيب صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد بالترسيب ده طب ايه هي النقطة الاولى والتانية بنحددهم ازاي بنمشي زي ما بنمشي بالانجليزة كزي ما بنكتب في الانجليزة من الشمال اليمين يبقى النقطة الاولى شمال ونقطة تانية دايما بتبقى يمين يعني الالف اهي شمال وبندخل يمين نجيب نقطة به يبقى لو هختار نقطتين يبقى الالف هي النقطة دي ما يفعش عكس ما يفعش اقوله الالف هي اللي فوق وهي اللي تحت دي اليمين ودي الشمال لا بنمشي كأننا ماشي من الشمال اليمين الالف هي اول نقطة هتقبلني شمال بعد كده البي اليمين طيب الالف لو احنا جيبناها هلاقيها النقطة ايه واحد واثنين الاحداثات بتاعتها البي هلاقيها النقطة اتنين واربعة دي الاحداثات بتاعتها منقرأ بس الاحداثات بتاعتها طيب الميل هو ايه بيه نقص الف النقطة التانية نقص النقطة الاولى الفرق ما بين الصادات بس بحيث ان الصادات لصاد اتنين هي لنقص صاد واحد يعني الصاد بتاعت البيه نقص صاد بتاعت الالف يبقى دي الصادات اللي باللون لازرق هي في النقطتين اللي في الشمالهم باللون لازرق بأربع نقص اثنين بيه نقص ألف وتحت الفرق ما بين السينات ماقولش يبقى واحد نقص اثنين لا اثنين نقص واحد يبقى دايما البيه نقص الالف النقطة التانية نقص النقطة الاولى النقطة الاول هي الالف والنقطة التانية هي البيه يبقى اثنين نقص واحد بقيت اربع نقص اثنين على اثنين نقص واحد تديني اثنين على واحد اللي هي باتنين. اربعة نقس اتنين باتنين. واتنين نقس واحد بواحد يبقى اتنين على الواحد اللي هي اتنين. طيب ناخد خط تاني عشان نفهم اكتر. ايه دي الخطة هو اللي هو عكس الخط التاني. ماشي كده. بالشكل ده. هختار اي نقطتين? وليكن هختار الالف والبه بالشكل ده. ليه قلت ان دي هي الالف ودي هي البيه ليه معكستش? طيب انا بامشي من الشمال اليمين زي ما بامشي بالانجليزي كده. يبقى اول نقطة هختارها. شمال تبقى هي دي الالف تاني نقطة اختارها يمين تبقى هي دي البيه. يبقى الالف هي النقطة السفر وخمسة. البيه هي تلاتة سين وسفر صوت. ماشي ما ينفعش اقول ان دي البيه ودي اعكس. اقول الالف هي البيه والبيه هي الالف. لأ. الالف هي اللي شمال والبيه هي اللي يمين. طب ادي النقطتين. الميل هو ايه? الفرق ما بين الصادات الاول فوق فوق في البسط الفرق ما بين الصادات اللي هما اللي بقت بتلون لازر قدرواتي والسينات اللي هي باللون لاحمر ماشي يبقى الفرق ايه يقول خمسة نقص صفر ولا صفر نقص خمسة لا صفر نقص خمسة به نقص الف التانية نقص الاولى صاد اتنين نقص صاد واحد يبقى النقطة التانية نقص النقطة الاولى يبقى بالترتيب ده البيه اللي هي نقطة التانية والالف اللي هي النقطة الاولى يبقى سفر ناقص خمسة طيب على الفرق في السينات برضو سين اتنين ناقص سين واحد يعني به ناقص الف الفرق في السينات اللي هو باللون لاحمر يبقى تلاتة ناقص سفر مش سفر ناقص تلاتة به ناقص الف السين بتاعت البيه ناقص السين بتاعت الالف سين النقطة التانية ناقص سين النقطة الاولينية طبعا بتفرق اول الحكاية دي علشان الاشارات هنشوف الميل هيطلع موجب ولا سالب. سفره نقص خمسة بسالب خمسة. تلاتة نقص سفره بتلاتة. يبقى طلع معي سالب خمسة عالتلاتة. الميل هنا سالب. الشكل بتاع الخط المساقيم بالشكل ده. بيطلع دايما سالب. الخط المساقيم اللي بيبقى بالشكل ده. ميله بيبقى سالب. طيب. الخط المساقيم اللي موازل محور السنات هو نفس القانون. في اي خط. باختار نقطتين على الخط. ولتكن الف وبه. انهي الف. بمشي من الشمال لليمين زي ما بمشي في الانجليزي زي ما بكتب الانجليزي. النقطة الاولا اللي هختارها شمال هتبقى الالف. يمين هتبقى البي. بمشي الالف الاول بعدين به. من الشمال لليمين. طب نبص كده على نقطة الف اخترتها بكام? واحد. سين. والاحداثة بتاعها الصاد اربعة. يبقى واحد وربعة. طب البيه باتنين واربعة. ما هو الخط دايما على الاربعة يعني فهتلاقي دايما الصاد باربعة. طيب يبقى البيه باتنين واربعة. دلوقتي الميل اللي هو ميم اختصاره. الميل بتاع الخط االف به. هيبقى الفرق في الصادات اللي بقت باللون اللازرق. يبقى اربعة ناقص اربعة. اللي اتنين الصاد سابتة باربعة. فاكيد الفرق هيبقى ما بينهم اربعة ناقص اربعين سفر. طيب على الفرق في السينات. اقول واحد ناقص اتنين ولا اتنين ناقص واحد? السين بتاعة الالف واحد وبتاعة البيه اتنين. يبقى دايما السين بتاعة البيه الاول. النقطة التانية. سين اتنين ناقص واحد. يبقى اقول اتنين ناقص واحد مش واحد ناقص اتنين. السين بتاعة البيه ناقص سين بتاعة الالف. يبقى اتنين ناقص واحد. طبعا اربعة ناقص اربعة بسفر واتنين ناقص واحد بواحد. يبقى سفر على واحد اللي هي بسفر. يبقى ميل الخط المستقيم لموازي المحور السينات دايما اي خط موازي للسينات الميل بتاعه بيبقى بصفر حاجات دي بتيجي في اكمل ميل خط موازي للسين ميله بصفر طب الميل بتاع خط موازي للصاد هيبقى ميله بكام نشوف هنحط برضو نقطتين طب حط النقطتين فين اليمين وفين الشمال ده هو الخط واقف بالطول يبقى ايه هيبقى نحط الالف تحتو البيه فوق يبقى كأنه بتمشي ايه بطلع لفوق كده زي ما في الانجليز بنمشي من الشبال اليمين هنطلع كده طبعا الخط موازي للسادات فحط فين الالف وفين البيه الالف bestehtبقى تحتو والبيه هتبقى فوق تبقى الالف هنا اخترتها باتنين واتنين البيه هتبقى باتنين واربع دايما المحور لموازي للصاد السين فيه سبتة السين هنا باتنين ماشي؟ طب لما هاجي بقى دلوقتي اجيب الميل يبقى الفرق في الصادات اقول 2 نقس 4 ول4 نقس 2 الصاد اللي هي بالدون لازرق 4 نقس 2 علشان به نقس 1000 النقطة التانية نقص النقطة المولى يبقى فوق هكتب الفرق في الصادات صاد 2 نقس 1 ويا ريت نكتب القانون الاول يعني حتى لو لاهبطنا بعد كده على الأل هداخد درجة على القانون اول ما يقولي الميل اقوله الميل هو صاد 2 نقس 1 على سين 2 نقص 1 واحد. دي اكتبها. حتى لو قلغبت خدت درجته. طيب. اللي تحت الفرق في السينات. يبقى اتنين نقص اتنين. طبعا اربعة نقص اتنين باتنين واتنين نقص اتنين بسفر. المقام فيه سفر. اتفقنا دايما ما ينفعش احط سفر في المقام. طيب لو حطينا سفر في المقام. كده اقدر اجيب الميل ما هو ما ينفعش. يبقى لا نستطيع حساب الميل. يبقى الميل هنا غير معروف. ليه? علشان بينفعش السفر يبقى في المقام. سفر في المقام بيبقى اسمها قيمة غير معرفة. يبقى القيمة اللي طلعت عندي غير معرفة. يعني الميل غير معرف. يبقى لا نستطيع حساب الميل. يبقى الميل بتاع الخط اللي موازي للصادات مالوش ميل. الميل بتاعه غير معرف.